أكد صاحب أسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الزراء المقر أن البيئة الاقتصادية في المنطقة مواتية لنجاح أي استثمار ولكن هناك من يستهدف اقتصاد المنطقة والتنميتها عبر زعزعة الأمن والاستقرار لافتا سموه إلى أهمية التركيز على الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تكفل للتنمية بأن تمضي قدما في الطريق المرسوم لها لتحقيق رفعة الدول ومصالح ورفاه الشعوب أعرف سموه لدى استقباله بقصر القضيبية صباح اليوم للسيد حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يقوم به بيت التمويل الكويتي في تنفيذ العديد من مشاريع تنمية الاقتصادية في البحرين من خلال مبادرات بناءة تعكس ما يتميز به المصرف من كفاءة في التخطيط والتنفيذ وأكد سموه أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يحظى بكل أوجه الدعم ورعاية في أجواء من الحرية لهذا القطاع لما له من أثر كبير في رفض الاقتصاد الوطني وتنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وأشار سموه إلى أن جميع الخطط والبرامج التي تتبنها الحكومة للارتقاء بالقطاع المصرفي غايتها الحفاظ على المكانة الاقليمية والدولية المرموقة التي احتلتها مملكة البحرين كمركز مالي متميز في المنطقة بالإضافة إلى توفير البيئة المشجعة والمحفزة للمستثمرين على الاستثمار في مناخ يتسم بالثقة والانفتاح إلى ذلك فقد نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزرابي عمق ما يربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات أخوية في مختلف المجالات مشددا سموه على أن هذه العلاقات ترتكز على أسس متينة من المودة والمحبة تجذرت عبر السنين بما يؤكد وحدة المصير المشرك للبلدين والشعبين الشقيقين لافتا سموه إلى أن الاستثمارات الكويتية في البحرين تمثل أحد أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين وأجانبا للمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون ثنائي بينهما مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين ترحب بالاستثمارات الكويتية دائما وتحرص على توفير كافة مقاومات النجاح لها من تسهيلات وبيئة تشريعية داعمة للاستثمار من جانبه عرباء المرزوق عن تقدير بيت التمويل الكويتي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه ومساندته لهذه المؤسسة ما كان له أطيب الأثر وأبلغه في تحقيقها للنجاحات والنتائج الطيبة وأكد حرص بيت التمويل الكويتي على توسيع مجالات الاستثمار في البحرين اعتمادا على ما تتميز به المملكة من بيئة مثالية وقوانين عصرية تهدف إلى الارتقاء بأوضاع القطاع المالي والمصرفي وأتاقيته ليكون مساهما أساسيا في مساندة مسيرة النهضة التي تشهدها البحرين على كافة المساويات